مرحبا أعزائي ومتابعي قناة بلين بيعيون عربية الفيديو مالت اليوم عن تفعيل رسائل ذاتية التدمير 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوم هذه الميزة موجودة في تطبيق الواتساب كثير من يعرفوهم ما مستعمليها طبعا تقدر تفعلها أو تقدر تلغيها أول شي قبل ما أبدي لا تنسوني باشتراك و لايك وتفعيل الجرس اللي ما يعرفني أنا طبيب أسنان مهاجر عراقي صاحب قناة بلين بيعيون عربية اللي تختص عن تطبيقات وعن الآيفون برلين وعن حاليا بديت شغلة إنه أي شي طبي ممكن يفيد المتابعين أرسله على الفيديو غيرت ورح حط بلايلست عليها نرجع الموضوع إنه الرسائل ذاتية التدمير 24 ساعة 7 أو 90 يوم هذه من تفعلها رح تبدي منها اليوم الرسائل القديمة ما رح يكون إليها أي شي يعني لو حبيت من هذا اليوم تبدي تفعل بكرة رح تنحذف بس حبيت أقول شغلة إنه هذه الرسائل أي واحد رح يقدر يصورها بكاميرا هاتف وراء فلا تحاولون ترسلون رسائل خاصة جدا لأنه في يوم من الأيام ممكن تستعمل ضدك لو كان الشخص المقابيلك غريب فأتمنى تستفادون من المعلومات ما رح نفعلها رح نروح على تطبيق الواتساب خلونا نروح ونفعلها حتى نفعل الخاصية رح نروح على الواتساب ننزل على الإعدادات نروح على الحساب ندخل على الخصوصية بالخصوصية رح تنزل إلى الأسفل رح تشوف مؤقت الرسائل التلقائي هذا المؤقت بـ 24 ساعة بـ 7 أيام بـ 90 يوم بتوقف أنا على التوقف لو حبيت تتحولها على 24 ساعة فبس فقط تحول هذا الصح على هنا أو 7 أيام الشغلة وحدة حبيت أقولكم إياها إنه حتى لو كان ذاتي تتدمير بعد القراءة فهذه عبارة عن كذبة يعني الأجانب ما يعرفون إنه إحنا نقدر نبقي هاتف ورانا يصور الشاشة وبهذا الشيء ما راح يعني نستفاد أي شيء يعني كثير من عندنا بالتليقرام عندنا رسائل بعد القراءة تنحذف وطبعا أنا توصني إنه يعني يستغلون هذه الميزة ومثلا يحلف يعني قصد إنه يقول أنا ما أستخدم هاي الرسالة وهو كنصورها ورا فأرجو إنه يكون أذكى من التطبيقات وهاي الميزة هاي فقط لتقليل حجم المساحة أما حتى لو كانت ذاتي تتدمير يعني بس تقراها تنحذف فلا تستعملوها عرفوا إنه شيء اللي ما ينكتب لازم ما ينكتب لأنه راح يستعمل ضدكم الناس المقابلكم دائما مجهولين ديروا بعدكم منعدهم يعني بين الأقارب بين الأهل ممكن لكن ويا الغريب عرف إنه هذا راح فديوم يستعملها ضدك لأنه مسجلها بهاتف ورا وأقل هاتف عندنا يعني سعر يمكن تلقيه ب20 دولار 30 دولار بكاميرا ممكن يصور لو حبيت تقرأ عن هاي الميزة فمعرفة المزيد راح تدخل هنا راح ينطيك هنا الرسائل وأعتقد راح تنزل ميزة بالتحديثات القادمة التدمير الذاتي فمثل ما هيئتها لكم أنه لا تستعملوها الشيء اللي ما ينكتب لا ينكتب لأنه 100% راح يستعمل ضدك فهذا اللي حبيت أقولكم يا أتمنى استفاديته أتمنى تدعموني باشتراك ولايك وتفعلون الجرس وتشاهدون الفيديوهات اللي أنزلها راح أنزل كثير فيديوهات طبية وإن شاء الله اليوم أحط بلايليست عن الشغلات الطبية اللي أنزلها في برلين أدنى كثير شغلات طبية ممكن تستفادون بيها بالمغرب بتونس بالعراق راح أحاول أرسلها فإن شركة نقل حاول أن نرسل إلها فإن شاء الله خير أتمنى تكونوا تستفادون شكرا لكم للدعم معاك